ترأس حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في مطار الكويت الدولية حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك بأن حضرة الصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه اطلع وأطلع مجلس الوزراء على نتائج اللقاء التشاوري بين أصحاب الجلالة والسمو وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في الرياض والذي تناول بحث آخر التطورات على الساحة الإقليمية وأهم الأحداث التي تشهدها المنطقة والاستعدادات الجارية لبحث الموضوعات المزمع مناقشتها بين قادة دول مجلس التعاون وفخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اللقاء المنتظر عبده في الولايات المتحدة الأمريكية وما يشكله هذا اللقاء من نقلة إيجابية في طبيعة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الجانبين الخليجي والأمريكي وسعيه ملجاد لتطوير علاقات التعاون إلى أفاق أوسع والعمل من أجل تعزيز الأمن والسلام في المنطقة هذا وقد استمع الحضور إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لنتائج اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي التي عاقدت للتحضير للقمة التاريخية التي ستعقد في الولايات المتحدة الأمريكية لسبوع الحالي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وفخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك في إطار الروابط والمصالح الحيوية المشتركة التي تربط بين الجانبين الخليجي والأمريكي والحرص على تجسيد التعاون الاستراتيجي لضمان تكريس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وفق مقومات العلاقات المتوازنة بين دول المنطقة والالتزام بأسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها والعمل المشترك من أجل تنمية شعوبها وازدهارها هذا وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للمجلس تفاصيل المواضوعات والمحاور التي سيشملها البحث خلال هذا اللقاء المهم ومن بينها التأكيد على أهمية التوصر إلى اتفاق نهائي يكفل سلمية البرنامج النووي الإيراني وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا تحت إشرافها بما يجنب دول المنطقة المخاطر المحتملة التي تهدد أمن وسلامة شعوبها كما تناول البحث القضايا الإقليمية والسبل العملية الجادة والهادفة لمعالجة تدهور الأوضاع في المنطقة والواقع المأساوي الذي تعيشه شعوبها وجهود إعادة الأمن والاستقرار فيها هذا وقد عبر حضرة صاحب السموة من الأمير حفظه الله ورعاه عن ثقته في أن يثمر هذا اللقاء التاريخي عن أفضل النتائج التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المتينة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المشتركة والحرص على ضمان أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي نهاية الاجتماع عبر سمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الأمة سمو وسمو رئيس مجلس الوزراء عن عظيم التقدير والاعتزاز بالجهود الخيرة التي يقوم بها حطرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لكل ما فيه خير ومصلحة شعوبهم واستقرار المنطقة وشعوبها سألين المولاء القدير لسموه والوفد المرافق له السلامة والنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر